اعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض رسميا عن انطلاق المرحلة الاولى من اعمال انشاء اكبر متنزه غوص في العالم وذلك خلال مؤتمر صحفي عقيد اليوم في ديار المحرق بحضور عدد من المسؤولين بالجهات الحكومية وغواصين بحرينيين وعالميين واكد وزير صناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس ادارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعدت السيد زايد بن راشد الزياني خلال المؤتمر ان المشروع سوف يسهم في تعزيز سمعة المملكة كوجهة سياحية متميزة في المنطقة مضيفا انه بعد افتتاح المتنزه في اغسطس المقبل سيتمكن المواطنون والمقيمون والسياح من الحجز عن طريق مراكز الغوص المرخصة التي سيكون دورها تنظيم الرحلات للمتنزه وعرب خلال المؤتمر الصحفي عن الفخر باطلاق هذا المشروع الفريق بالنوعه والصديق للبيئة بالتعاون مع المجلس الاعلى للبيئة والقطاع الخاص اذ يمثل هذا المشروع نموذجا ناجحا لشراكة بين القطاع العام والخاص مشيرا الى ان المتنزه الترفيهي الجديد سيبرز بلا شك معلم جاذب سياحي عالمي واكد سعدته ان الهدف من هذه المبادرة ايضا احياء وانعاش نظام البيئي البحري في المملكة والحفاظ على البيئة البحرية المحلية والتي ستجعل من المملكة رائدة عالميا في مجال سياحة البيئية والحفاظ على الحياة البحرية الطبيعية مع المواصلة في تطوير قطاع السياحة ليصبح مساهما رئيسيا في الاقتصاد الوطني ومصدرا هاما لتنوع مصادر الدخل وقال سعدة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة خلال كلمته في المؤتمر الصحفي ان المشروع يتميز بكونه الاول من نوعه عالميا بما يتسم به من مواصفات تراعي المعايير البيئية للمناطق البحرية واضاف انه سيتم وضع خطة ادارة بيئية واطار قانوني لضمان حماية المنطقة عبر هذا المؤتمر الصحفي تم اماطة اللثام عن ما هي اكبر متنزه غوص في العالم الامر الذي دفع بالعديد من عشاق رياضة الغوصي ومحبي الانشطة المائية الترفيهية من داخل البحرين وخارجها للحضور رغبة منهم في معرفة ادق التفاصيل التي ستحدد ملامح المشروع المنتظر الفكرة طبعا ان يكون عندنا اكبر مغاص في العالم لطائرة بيكون في طائرة هي نقطة الجذب الرئيسية بيكون في مجسمات اخرى حواليها على مساحة تقريبا مئة الف متر مربع تحت سطح البحر منها البيئة بيكون جذب لمحبي رياضة الغوص وايضا انتمنى او انتوقع منها ان يكون في تربة حواليها بيئة بحرية يكون من اهم المشاريع السياحية في مملكة البحرين وبتحط البحرين في الخارطة السياحة العالمية من ناحية ان شاء الله تكون مركز رئيسي للقواصين والسياحة البيئية للمملكة والحمد لله هذا المشروع الاكبر من نوعه بحيث ان تكون طيارة 747 في منطقة بولثامة في البحر احتياطات وتدابير بيئية عمل على اتمامها قبل البدء بالمشروع طبعا اخذ في الاعتبار ان الموقع يكون بيئيا مناسب تم تجهيز الطائرة والمجسمات الاخرى على مستوى عالمي مرتفع ايضا للحفاظ على البيئة وتطويرها بداية المشروع بتكون الطائرة وهي تقريبا اكبر طائرة تم نزالها على مستوى العالم تم دراسات بيئية تم التخلص من كافة المواد الضارة البيئية في الطائرة بيكون بالاضافة الى ذلك مشروع ارياف صناعية وليعطاء الحدث الهمية التي يستحقها خصصت منطقة مفتوحة للجمهور المهتم لمشاهدة لحظة اطلاق هذا المشروع الفريد من نوعه والذي تم تنفيذه وفقا لاعلى المعايير البيئية الدولية والذي سيسهم في انعاش النظام البيئي البحري في المملكة راح تحقق اهداف سياحية من ناحية غوص وجذب لهوات الغوص من داخل خارج البحرين وكذلك راح تحقق اهداف بيئية لان المكان راح يكون منتزه مائي وكذلك راح يتكون على المرجان مع الوقت ويكون مأوى للأسماك والشعب المرجانية واللي حابون يسوون الابحاث هذه فكرة بشكل عام وايد حلوة كمغاص ترفيهي للغواصين بالخليج عندنا كنا اول نتعنى لأماكن بعيدة عساس اننا نروح نغوص مثل هالمغاصات هذا صار الحين على قوت متناولنا قريب منه الفكرة ترفيهية جيدة بيئية وايد ممتازة شهر اغسطس من العام الحالي سيشهد افتتاح اكبر متنزه غوص في العالم يمتد على مساحة مئة الف متر مربع تضم عددا من المواقع الجاذبة والمثير من الشعاب المرجانية الاصطناعية البحرية التي سيستعان بها من اجل تشكيل مساكن آمنة للنظام البيئي البحري تضمن ازدهار الحياة البحرية وتطوير البيئة المستدامة لتلفزيون البحرين محمد رشادات